أرحبكم من جديد أنا حمزة الحمزاوي الاستشاري والخبير في علم التفوق والتطوير الذاتي مع حلقة جديدة من حلقات نقطة انطلاق اليوم مع موضوع مهم جداً ما هو وعي هذه الذات وكيف دي أعمل بينها بلانس وتوازن واتزان طيب أول شيء فهم هذا بين آدم اللي بنصنع له ذلك القدر وننتقل فيه من حال إلى حال ونستثمر فيه أيام رمضان تعالوا ننظر مع بعضنا البعض إنه أنا مقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث القسم الأول له علاقة بالتفكير والتعبير والقسم الأوسط له علاقة بالمشاعر والأججال والقسم الأسفل، البطن والفرج له علاقة بالغرائز إذن أنا بين ثلاثية تسمى العقل والمشاعر والغرائز هذا الموضوع مهم طبعاً مهم جداً هل هذا يتكرر حتى في وجهي؟ نعم ما هي هويتي؟ موجودة في وجهي الصورة الشخصية اللي بيحطوناها على الـ ID هي صورة وجهك ننشوف القسم الأعلى مسؤولة عن التفكير والقسم الأوسط مسؤولة عن المشاعر ما بين عيونك، ما بين أدانك وأيضاً منطقة الصدر ملطبطة بالأنف سبحان الله ثم المنطقة الدنيا من وجهك هي الفم المسؤولة عن الغرائز هل هذا تكرار تكرار عفوي اعتباطي أم من تصميم الله سبحانه وتعالى؟ إذن منطقة الوجه نفسها، التفكير والتعبير مرتبطة بهذا القسم، القسم الأوسط مرتبطة القسم الأوسط، القسم الأدنى مرتبطة بالقسم الأدنى، ولو دخلنا داخل الدماغ اللي بيميز الإنسان عن غيره، أيضاً في عنا قشرة دماغية مسؤولة عن التفكير، وعندنا منطقة اسمه المهاد مسؤولة عن المشاعر، ونقطة صغيرة اسمه تحت المهاد مسؤولة عن الغرائز، هذا الترتيب هو ترتيب الله سبحانه وتعالى، إذن تفكير مشاعر غرائز، في رمضان، إيش اللي حاصل؟ اللي حاصل في رمضان بكل بساطة أن تصوم بمعنى أن تمنع الجزء السفلي من وجهك، وتمنع الجزء السفلي من جسمك، يعني التفكير خليك عم تفكر، ومشاعر خليك عم تعطينا مشاعر لك، نصوم عن القسم الأسفل والقسم الأسفل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخيديه أضمن له الجنة، والصيام كله من أجل ضمان الجنة لك، الصوم جنة، الصوم جنة، الصوم لك أنت بالفعل طهيب، لم يرى مثير الصوم على الإطلاق شيء عظيم جداً، أنت الآن مدعولة تعرف كيف تضبط العالم السفلي منك، العالم الأدنى منك، سواء بالعالم الوجه أو بعالم الجسم والجسد، إذن باختصار أريد أن تتنبأ أن هذه هي فرصتك أن تكون طائعاً لله سبحانه وتعالى في موضوع الصيام، أن تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من أجل بداية انطلاق رائعة جداً، وهذا ما تكلم عنه في الحلقة القادمة، كونوا معنا